وخبرنا الأخير يبشر بانحصار لفحة الصيف حيث رصدت جمعية الإمارات للفلك فجر اليوم طلوع نجم سهيل في الدولة فوق الأفق الجنوبي الشرقي في المناطق الجنوبية من الدولة حيث تستبشر العرب بظهوره الذي يكون علامة على انقضاء القيض مع بدء انحصار أو تحسن الأجواء وبداية الموسم الزراعي ونمو العشبة ويستمر وجود النجم سهيل فوق الأفق خلال الليل إلى نهاية إبريل ومع طلوع النجم سهيل يبدأ موسم الصفرية أو الأصفر كما ينطق محليا ففي بداية طلوعه تكون أربعون يوما لا يستقر الجو فيها على حرارة واعتدال ثم تستقر الأجواء المعتدلة فيما يدخل الشتاء بعد طلوع سهيل بقرابة مئة يوما